ومن جانبه أكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير صناعة والتجارة في تصريح لمركز الأخبار أن مملكة البحرين حققت منذ تولي جلالة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم العديد من المكتسبات والإنجازات في القطاع التجاري والصناعي يسعدني ويشرفني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة الاحتفال بمرور 25 سنة على تولي جلالته مقاليد الحكم في البحرين هذا الاحتفال يعكس جزء من ما قدمه جلالة الملك المعظم الله يحفظه للبحرين ولشعب البحرين من تضحيات ورأة وتوجيهات حكيمة من أجل هذا الوطن الحبيب والله يحفظ جلالة الملك ويحفظ سموالي العهد وأن يواصلوا في تحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات للبحرين ولشعب البحرين الكريم ترجمة نانسي قنقر